جاء رجل فقير من أهل الصفة بقدح مملوءة عنبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه له فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب فأكل الأولى وتبسم ثم الثانية وتبسم والرجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك والصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دهشة فقد اعتادوا أن يشركهم في كل شيء يهدى له ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل حبة عنب وراء حبة ويتبسم حتى أنهى القدح والصحابة متعجبون ففرح الفقير فرحا شديدا ثم غادر المكان فسأله أحد الصحابة يا رسول الله لماذا لم تشركنا معك هذه المرة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح وإني عندما تذوقته وجدته مرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح وإني عندما تذوقته وجدته مرا فخشيت إن أشركتكم معي أن يظهر أحدكم شيئا يفسد على الرجل فرحته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانت هناك امرأة عجوز تعيش وحيدة بعيدا عن مكة المكرمة ولم تكن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بل وتكن له كرها شديدا وبغضا شديدا على الرغم من أنها لم تره أبدا ولكنها كانت تسمع من الكفار عنه كذبا وافتراء وفي يوم ذهبت العجوز إلى مكة تشتري بعض الأغراض وقد كثرت عليها الأشياء ولم تستطع حملها بأي طريقة وقد طلبت من العديد من العبيد مساعدتها مقابل دفع مبلغ من المال ولكنهم رفضوا جميعا حتى جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه وسألها إن كانت تريده أن يساعدها فقالت له العجوز قدم لي هذا المعروف فأنا عجوز طاعنة في السن ولا أستطيع حمل أغراضي بمفردي فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أغراض العجوز وأوصلها حتى دارها سيرا على الأقدام ولم يشتك أو يتكاسل على الرغم من بعد المسافة وعندما وصل إلى منزل العجوز قالت له يا بني أنا لا أملك شيئا ثمينا لأعطيك أجرك ولكن سأعطيك نصيحة غالية هناك رجل في مكة يدعى محمدا يقول أنه نبي ورسول من الله فلا تصدق فهو كاذب وساحر قال لها رسول الله ما بالك لو كنت أنا هو محمد فقالت العجوز أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تقول سيدة فاضلة أثرت علينا الديون وأصبحت أحمل هم المولود وأقول أنا أموت من الجوع ولكن طفلي ما ذنبه وسبحان الله هذه الأزمة كانت سببا في أن أعيد حساباتي وأرجع إلى الله بعد أن بعضت عنه كثيرا فقلت لا بد أن أتصدق ولكن من أين ونحن لا نملك قوت يومنا وفي يوم من الأيام استمعت لبرنامج إذاعي وقد ألهمني الله بفكرة كانت هي الفتح والخير عندما ذكر الشيخ في الإذاعة أن إطعام الطعام أفضل أعمال الإسلام فقلت أنني ليس عندي ما أطعم صغيري إلا أنني أخذت صحنا ووضعته خارجا وكل صباح بعد صلاة الفجر أضع فيه بعضا من حبات الأرز كي تأكله الطيور كما عاد زوجي من المسجد في أحد الأيام وقال لي بعدما دخلت المسجد وصليت فإذا بالإمام يقول درسا عن أهمية تلاوة القرآن الكريم وفضل الاستغفار والأذكار وأخبرنا بأنهم يوسعون الرزق حيث ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت لزوجي لقد رزقنا الله بمعرفة فضل القرآن والاستغفار بسبب إطعامنا للطير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم وضعت لنفسي ولزوجي جدولا يبدأ بقراءة القرآن ثم الأحاديث الشريفة ثم الأذكار كان هذا قبل رمضان بأيام وبعد أسابيع جاء الفرج وتحقق ما كنا نحلم به لقد رزقنا الله بمبلغ كبير لم نكن نحلم به جاء إلينا من سداد دين كان لوالد زوجي المتوفي على أحد أصدقائه بل وطلب من زوجي أن يشاركه في تجارته ردا لجميل والده عليه ومن بعدها تدفق علينا الخير وسددنا كل الديون وانشرحت صدورنا وحمدنا الله كثيرا وأقول لمن تأخر عنه الرزق وتمنى شيئا ولم يحصل عليه عليك بالقرآن وكثرة الاستغفار ولا تيأس فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال الحسن البصري وأنا أقف على ظهر الطريق في المدينة في الحر الشديد إذ بي أرى جنازة يحملها أربعة من الرجال فقلت جنازة يحملها أربعة والله لأكنن خامسهم فسار الحسن البصري وراء الجنازة وانتظر حتى فرغوا من دفنه واستوقف الأربعة وقال لهم لما أنتم أربعة؟ قالوا والله لا ندري لقد استأجرتنا هذه العجوز لنغسل ونكفن ونحمل ونتفن قال سبحان الله حتى الأربعة استأجرتهم هذه المرأة فوقف الحسن البصري ينظر إلى المرأة بعد الفراغ من الدفن وإذ بالمرأة قد جثت على ركبتيها ورفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب من لي سواك هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي عصاك مرارا وتكرارا وتجرأ على معصيتك اللهم فرحمه اللهم فتجاوز عنه يا رب من لي سواك ونظر الحسن البصري وتأمل في وجه المرأة وهي تبكي وتبكي ثم ابتسمت المرأة وانصرفت فتعجب الحسن البصري وبدأ يجري وراء تلك المرأة قفي يمرأة ها أنا أستحرفك بالله ما أمر صاحب الجنازة قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال أنا الحسن البصري من علماء المسلمين قالت والله لولا أنك من علماء المسلمين ما أخبرتك أيها الحسن هذا هو ولد العاصي ذو القلب القاسي الذي يعرفه أهل البلدة أنه ما ترك من شيء يغضب الله تعالى إلا وفعله لكن الذي لا يعرفونه أن ولدي تاب إلى الله وعاد إلى الله فكنت أقوم في جوف الليل وأقول يا رب بل سواك اللهم اهد هذا الشاب العاصي كنت أدعو عليه بداية ولكني لما لجأت إلى ربي ودعوته أن يهديه قد استجاب الدعاء الأول ألا وهو الدعاء على ولدي فابتلاه الله بمرض أقعده في الفراش فلما دنى الموت واقترب الأجل نادى علي قال يا أمه أستحلفك بالله إذا أنا ميت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الآخر وقولي هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاء قالت وفعلت ثم نظر إلي كأنها نظرة وداع وقال لي يا أمه لا تخبري أحدا من أهلي لأنهم لو علموا بموتي فلن ولم يترحموا علي ما رأوا مني خيرا قط واستأجري أربعة من الرجال يغسلني ويكفلني ويحملني ويتفلني ثم أستحلفك بالله أن تقفي عند قبري ساعة ولا تنصرفي حتى يريك الله فيي آية قالت والله يا حسن بعد الدفن نظرت إلى القبر وبكيت وقلت يا رب من لي سواك يا رب من لي سواك قالت المرأة فوالله لقد سمعت صوت ولدي من داخل القبر يناديني ويقول لي يا أمه اذهبي فقد وجدت ربي أكرم الأكرمين يا من عصيت الله ليل نهار بأي قدم ستقف بين يدي الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين فكذبت بها